بعدما شهدت السنوات الأخيرة ركوداً وتراشقاً سياسياً بين روسيا وفرنسا بسبب حرب أوكرانيا، تطرق باريس أبواب موسكو. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي سبستيان لكورنو، ويكشف فحواه، ويقول إنه لاحظ خلال الاتصال استعداد باريس للحوار بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى أن المحادثات يجب أن تستند إلى مفاوضات إسطنبول في تركيا، وليس إلى قمة جنيف بسويسرا، التي دعت إليها كييف في الفترة الأخيرة من دون مشاركة روسيا، والتي انتقدتها موسكو وقالت إنه لا معنى لها. لكن سرعان ما نفى مصدر في الحكومة الفرنسية ما صرح به شويغو، وأكد أن باريس لم تبدي أي استعداد للحوار بشأن أوكرانيا خلال المحادثات التي جرت بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي، بل ناقشت فقط التهديدات الإرهابية المتزايدة. ووصل الخلاف بين باريس وموسكو إلى ذروته حينما صرح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بأن هناك إمكانية لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمساعدة جيشها في التصدي للقوات الروسية، بعدما خسرت كييف المزيد من الأراضي، خاصة شرقية البلاد، في ظل نقص الذخيرة في الخطوط الأمامية، ومع عدم تلقيها المساعدات الأمريكية المنتظرة. هذه النقطة تحديداً كانت من ضمن محاور الاتصال بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي، إذ قال شويغو إن إرسال أي قوات فرنسية لأوكرانيا قد يسبب مشكلات لفرنسا نفسها. وفي سياق هذه التجاذبات بين الطرفين، سبق أن أكد الكريملين أن أي مفاوضات جديدة بشأن أوكرانيا، يجب أن تراعي الواقع السياسي الجديد في البلاد، وذلك في إشارة إلى المناطق التي ضمتها روسيا خلال حربها مع أوكرانيا، وهذا ما ترفضه كييف.